على ذات خطوات التجويع ورفض أي حل لتوفير مستحقات موظفي مؤسسات الدولة تنظي الجماعة الإنقلابية وحليفها فبعد أن أعلنت الحكومة استعدادها لدفع مرتبات موظفية القطاع المدني والعسكري في مختلف المحافظات بما فيها تلك المدن الخاضعة لسيطرة تحالف الإنقلاب ما يزال هذا التحالف يعمل على عرقلة كل تلك الخطوات هذا ما تؤكده الحكومة في آخر تصريحاتها وهذا ما تقوله المصادر ففي الوقت الذي تكرس فيه جهودها للبدء في صرف المستحقات المالية على امتداد الجغرافية اليمنية وإنهاء معاناة الموظفين تستمر ميليشيا الإنقلاب في التحكم بمصير كشوفات رواتب منتسبية الجهات الحكومية في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها وفي اللحظات التي يستمر فيها تحالف الإنقلاب برفض تسليم بيانات الموظفين ما تزال الأمم المتحدة عبر منسقها الخاص للشؤون الإنسانية في اليمن تطلقون نداءات الاستغاثة لإنقاذ الملايين المهددين بالمجاعة وسوء التغذية نتيجة ترد المعيشة وغياب أبسط مقاومات الحياة هو مشوار طويل تلخص في استنزاف الاحتياطي النقدي وجميع مخصصات الشعب لصالح ما أسمي مجهود حربي وبين هذا وذاك ما تزال حملة الصخط المجتمعي ضد سلطة الميليشيا أو ما بات يعرف بسلطة الأمر الواقع في تزايد يوما بعد آخر